اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح والحل القلق والتوتر مشاعر بتصيب اغلب الناس من وقت للتاني عادة بيكون التوتر نتيجة امور بيفكر فيها الانسان والامور دي بتأثر عليه نفسيا او جسديا القلق ممكن نتيجة عن واجبات ومهام ومتطلبات الشخص عليه انه يؤديها مثلا الان على مستقبل ولادك الان بسبب عملك الان بسبب علاقتك الاسرية الكتاب المقدس بيعلن لينا ان مش لازم نقلق خالص بني اسرائيل لما خرجهم ربنا من مصر وشق ليهم البحر ونجاهم من فرعون وكان ماشي قدامهم بعمود سحاب النهار والليل بعمود نور وعلى الرغم من كده قلقوا انهم يعتشوا في الصحراء تزمروا على الله فصرخ موسى لله فطلب ربنا من موسى ان يضرب الصخرة فانفجرت من الصخرة مية كتير جدا شرب منها الشعب عزيز المشاهد تعرف الصخرة دي كانت رمز المين؟ الصخرة دي كانت رمز المسيح الصخرة اللي اتضربت رمز للمسيح اللي اتضرب على الصليب بسبب خطيانة هو حل ليك اهم مشكلة اي مشكلة بتقلقك واهم مشكلة بتقلقك هي حياتك الابدية دفع التمن بدالك علشان تعيش في حياتك الابدية سعيد وينقذك من جهنم تفتكر مش هيقدر يدبرلك امورك اللي على الارض الدليل الانجيل بيقول الذي لم يشفق على ابنه يقصد المسيح الابن ده هو المسيح بل بزلوا لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء بيقصد المسيح هيبقى مع كل شيء ما هو الدانا الاول المسيح ثم عيدنا كل شيء عزيز المشاهد ما تقلقش خالص المسيح بيحبك اللي قال في متة ستة لا تهتموا قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فهن هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه اللي هي الحاجات التانية كلها تزاد لكم اهتم الاول بانك تقبل المسيح وكل حاجة الان منها في الدنيا حتتحل لان هو المسيح هو الحل مش كده ولا ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة